اهلاً أحباء المشاهدين احنا على جبل التطويبات أمام كنيسة جبل التطويبات جميلة جداً من بره بتشوفه الأعمدة وكمان حلوة من جوه وطبعاً جميلة بسبب المناظر الطبيعة اللي حاولنا هذه أول جملة ابتدأ فيها يسوع المسيح بعزته الشهيرة على الجبل قال طوبة للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات تخيل أنت الصدمة الناس المجتمعة حول يسوع أول كلمة بتسمعها طوبة كمان يعني هاي هي رسالة يسوع هاي إرسالية يسوع على فكرة في مجمع الناصرة قال يسوع روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين ابتدأ على الجبل هون طوبة للمساكين في الناصرة قال مسحني لأبشر المساكين وعندما طلب من تلميذ يحنى أن يخبر يحنى قال اذهبا واخبرا يحنى العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموت يقومون والمساكين يبشرون فواضح أن هذه طبيعة إرسالية يسوع المسيرة فاتخيل الناس المستعبدة من الرومان ومستعبدة من التقاليد الكثيرة المنتشرة في هذه المناطق أول كلمة بيسمعوها طوبة فيعني كلمة طوبة هي على فكرة كلمة جميلة جدا هي مش عربية لكن عربت هي مأخودة من كلمة بياتيديود من الكلمة اللاتينية أصلا الكلمة من مكاريوس في اليوناني بتعني يا للسعادة بالعبري بتعني يا لغنى أوشري أو الجبل اسمه هارها أوشر يعني جبل الغنى فإذن كلمة طوبة تعني ببساطة يا لهناء هنيئا يا لغبطة يا لسعادة يا لغنى يا بركة سعادة يا طوبة يعني بهنئ الشخص الآخر يا لفرح يا لبركة كل هذه المتضمنات في معنى واحد فالمسيح ابتدى طوبة للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات قد بالمن ξيحصل أعمال اشتركوا في الاسترمcial اشتركوا في القناة